مرة جديدة ينتظر أهالي المخطفين في أعزاز ترجمة الأجواء الإيجابية الواردة إلى بيروت في الساعات الأخيرة إلى حقيقة تقفل هذا الملف بعد عام وخمسة أشهر الأجواء الإيجابية القائمة تعود إلى تلقي المفاوضين اللبنانيين وعدا مبنائيا مباشرا من قطر بإطلاق المخطفين هذا الوعد سبقته حركة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين ألمانيا الداخلة على خط الوساطة وبين قطر وسوريا التي تمتلك ورقة السجينات المعارضات ومع تأكيد مصادر رسمية متابعة على جدية المسعى القائم وتوقع نتائج قريبة تنتظر إشارة تحسم تذليل كل العقبات وساعة الصفر لعوضة المخطفين موضوع التوقيت فيه تلاعب مشاعر عوائل المخطفين والقضية كما تعلم لها بعد إنساني وإنما أكثر ما يمكن أن يقال في هذا المجال أن هناك خطوات إيجابية غير مسبوقة حصلت ونأمل أن تؤدي إلى إنهاء هذه القضية الإنسانية الفريق اللبناني اللي معني بالتواصل مع الخطفين عبر وسيطة وصل لأتفاق بيوصل لأطلاق صراحة المخطفين خلال هاي الفترة الوجيزة هلا قداش الوقت يمكن إليك بعد ساعة وتروح للأسبوع يشير أهل المخطفين إلى أن من المبالغ به الحديث عن ساعات لحسم المسألة مع ترجيحهم أن المخطفين سيعودون دفعة واحدة إذا نجحت الوساطة ترجمة نانسي قنقر